السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتدريب جديد على حل القطعة. وهزبط لك ان شاء الله في القطعة دي ان انت ممكن تحل الاسئلة مباشرة بدون ما تكرأ القطعة. آآ لان انت لما تكرأ الاسئلة هتحس يعني وتكرأ الاجابات بتاعتها هتحس ان في اجابات منطقية جدا ومش محتاج انك تكرأ القطعة. القطعة دي يا شباب في يونة الامتحان اللي على يونة اللي هي القطعة الاولانية. تمام? تعالوا كده نقرأ آآ هي في صفحة تلتمائة وتلاتاشر اللي معاك كتاب المعاصر. تعالوا نقرأ كده بالراحة كده ونشوف ايه الحلة ازاي. بيقول لك هنا افضل عنوان لهذه الفقرة ايه اللي هو فوائد الالتحاق بنوادي الكتب. نوادي الكتب دي زي ورش كتب كده بيتجمعوا مع بعض مجموع من الناس وبيقرأوا كتب مع بعض. ممكن دي. آآ الكراءة اصبحت غير مفيدة. اعتقد ما حدش هيكتب حاجة عنوان زي كده. لان الكراءة معروفة اللي هي مفيدة في كل زمان ومكان. يبقى دي غلط كده منطقيا دي غلط. تمام? اللي هي عيوب الالتحاق بنوادي الكتب. طبعا يعني نوادي الكتب دي ان انت تتجمع مع بعض الناس. آآ تقرأ الكتب. اكيد ده حاجة مفيدة. ما لهاش سلبيات. ما لهاش سلبيات. فدي اصلا برضو زي التانية تتعرض مع المنطق. تمام? فدي مش هتنفع بعضه. الناس آآ ما عدوش آآ بيهتموا بالقراءة. آآ خلاص ما عدوش متعودين اللي هما يهتموا بالقراءة. هم. تمام? هنشوف يبقى يا ام دي يا ام دي. بناء على الاسئلة التانية وفهمنا الاسئلة التانية. هنشوف هل هي بتتكلم على نوادي الكتب. الفوائد بتاعتها. ولا على ان الناس ما عدوش بيهتم بالكتب. الاسئلة التانية هتوضح لنا. تعالوا كده نشوفها. تعالوا. بسم الله بيقولك هنا السؤال ده بيقولك. آآ سوري. what psychological effect does membership in book clubs have? ما التأثير النفسي او اللي هو السايكولوجي. النفس يعني التأثير النفسي. ما التأثير النفسي الذي عضوية او عضوية في نوادي الكتب تفعله. ايه التأثير اللي اه التحاق بنوادي الكتب التأثير النفسي اللي بيحصل لك. تعالوا نشوف. آآ آآ. it helps members to get over their شاينس. تساعد الاعضاء على التخلص من get over التخلص من الشاينس اللي هو الخجل. ممكن. it helps to decrease leadership responsibilities. انها تساعد على التقليل اللي هي مسئوليات القيادة. لا. دي الالتحاق او التأثير النفسي للكلاب البوك كلابس او النوادي الكتب. اكيد تأثير ايجابي. اي حاجة سلبية مش تنفع. تساعد العضاء للكتابة افضل. هو بيقول لك هنا تأثير نفسي. انما الكتابة دي ما لهاش دعوة بالتأثير النفسي. تمام. تساعد الناس اللي هي ان هما يكونوا آآ بمفردهم او اللي هما يشعرونه بالعزلة يعني. ده هو بيقول لك اصلا كلاب. بوك كلاب. فده اصلا مش منطقية. بوك كلاب يعني في ناس كتير وبتختلط بناس كتير. يعني عمرك ما هتبقى آآ قادل وحدك. او بمفردك. تمام? فاكيد هي اي يا شباب منطقيا كده? هي الاولى. تمام? تمام. ولكن وفقا للقطعة الكلمة انت خدته معناها ايه? يتغلب على. يستسلم. مش هتنفع. يستسلم مش هتنفع. يهزم. يهزم. يخسر. تمام? فادي مش هتنفع. يبقى هي يا شباب. يبقى بتساوي وديكت من الكلمات اللي موجودة في الواحدة. تمام? تعالوا نشوف اللي بعدها. رقم عشرين بيقول لك هنا بعد قراءة القطعة. what type of box does the writer think less useful? ايه? نوع الكتب اللي الكاتب بيعتقد انه هو غير مفيد او اللي هو اقل افادة. نوع الكتب من دول اللي اقل افادة عند الكاتب. تمام? تعالوا كده نشوف. منطقيا كده. science box كتب العلوم اعتقد كتب العلوم دي مليانة فوائد ومعلومات. فاكيد دي مش هتبقى هاية. تمام? adventure box كتب المغامرات. طب المغامرات دي بيتفيدنا يا شباب. لما تكتب مسلا لما تقرأ كتب عن المغامرات بس مغامرات حقيقية. اكيد بتفيدنا في مسلا درس مستفادة من المغامرات. اه التعاون بين او افراد الفريق لو في مغامرات مسلا بيتسلقوا جبل مسلا اكيد هيكون فيه دروس مستفادة كويسة. مسلا بيبحثوا في الغابة او بيستكشفوا غابة. اكيد هيكون فيه دروس مستفادة كويسة. دي مقصود بكتب المغامرات. اكيد هتكون مفيدة. كتب الخيال. هنشوف. ممكن. اه الكتب المضحقة او الكتب الفكاهية. ممكن تلاقي الكتب الفكاهية برضو مفيدة. اعتقد يا شباب. اه الكاتب. احنا هنقرأ الكتعة بس احنا اختارها يعني منطقيا اللي هي كتب الخيال. لان كتب الخيال ما فاش اي حاجة اه بتدل على اللي هي مفيدة. تمام? خيال. حاجات مش واقعية. انما العلوم واقعية. المغامرات واقعية. اللي هي الكتب الفكاهية على الفها فايدة. اللي هي بتروحها عن نفسك. وآآ مفيدة للاطفال وكده. تمام? انما الخيال اعتقد مش مفيدة. تمام? تمام. شوف اللي بعده. رقم واحد وعشرين بيقول لك هنا ما الذي سيحدث لو الناس كرقوا كتير. بيلتحقوا بالنواد الكتب والنواد الكتاب. ممكن. 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 ما يعرفوش يقودوا اه حوار او مناقشة. لا انا عايز يعني الناس بيقرأوا كتير اكيد هيعرفوا ويعملوا الحكاية دي فدي مش هتنفع. خجولين جدا. لا القراءة مش بتديك اه مش هتديك اه حاجة سلبية اكيد هتديك حاجة ايجابية وش هاي يعني خجول فمش هتنفع. من الشرط اللي يقرأ اه اللي يقرأ كتير يلتحق بنوادي الكتب. اعتقد دل اكتر اكتر صوابا. اللي هو بيتعلم يكتب افضل. بيتعلم ان هو يكتب افضل. تمام? من الشرط اللي هو يلتحق بنوادي الكتب. تمام? يبقى هنخليها هي رقم بي. تمام? يقول لك هنا الكاتب يعتقد ان ايه? نوادي الكتب بتساعد او تشجع الكراءة. ممكن? اه ده معنى ايجابي. انت هنشوفها كده. يعني نوادي الكتب تهمل او اه تسيء استخدام الكتب? لأ طبعا مش هينفع. دي حاجة مش اه ايجابية. الكتاب يجب ان يقرأوا الكتب فقط. لأ. الكراءة اعتقد ان الكاتب مش هيتفق مع حاجة زي كده. تمام? يعني اه منطقيا مش هعمل حاجة زي كده. مش الكتب بس المفيدة. في روايات مفيدة. في قصص مفيدة. في حاجات كتير مفيدة. في كتب شعر مفيدة. تمام? الكتاب او القراءة لا يجب ان يقوموا بالمحادثات. لا. بيقوموا محادثات عادي ومراقشات عن اللي هما بيقرأوه منطقيا. منطقيا بيقوموا بمحادثات. يبا هي يا شباب رقم اي? اللي هي اللي هي اه نوادي الكتب تشجع على القراءة. تعال نشوف رقم تلاتاشر او تلاتاشرين. is a good way for spending time. طريقة كويسة اللي انت تقدر الوقت. الريدنج? ولا الفايتنج? الريدنج الكراءة ولا الفايتنج المشاجرة والكتال المنازعات? ولا الاجتماعات? اعتقد الريدنج طبعا واضحة جدا اللي هي طريقة كويسة اللي انت تقدر الوقت فيها. او تقدر الوقت بيها. رقم اربعة عشرين بيقولك. اول براغراف بي اه يتعامل مع ايه? اللي هي اهمية اه نوادي الكتب. ممكن. اللي هي فوائد الكراءة بمفردك? اعتقد ده معنى سلبي. يعني فوائد الكراءة بمفردك ممكن يكون لها معنى سلبية. بس هنشوف. اه فيه اللي هي اه وهوايات اخرى او العديد من الهوايات تكون افضل من الكراءة. ممكن. بس اعتقد ان القطع بتتكلم عن القراءة بشكل عام. فما يعني اكيد هيرجح ان القراءة هي افضل هواية. ان ما فيش هوايات افضل منها. تمام? اعتقد منطقيا ان دي غلط. اللي هي فوائد الكراءة. هنشوف. يبقى احنا عندنا كده السؤال ده. تمام? والسؤال لو محمد احنا حلنا ده وحلنا ده وده. 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 طيب احنا عندنا السؤال الاخير والاول يعني. ولكن هنا في البراجراف. تعجي ان نشوف اول البراجراف. ها مع بعض كده. في الاول البراجراف. اسم اللي بقولك هنا. كل واحد عنده هواية او اخرى. اه بما بين كل الهوايات. انا بعتقد بشدة. بعتقد ان القراءة اه ايصرهم او ابسطهم. واكثر الافادة. تمام? كيف يمكننا? ها? كيف يمكننا ان اي شباب اه زيادة? ان نزيد من اه فوائد اه القراءة و اه ونجعلها ايصر. يبقى اول بيتكلم عن القراءة. وفوائد ايه يا شباب? القراءة. ده ده اول براجراف. تعال كده نشوف. لازم نبدأ اللي هو ايه? اه نادي للكتاب او اللي احنا نبدأ مع نادي كتاب. نبدأ نعمل نادي للكتاب والكتب اه للطلاب السنوية وطلاب الجامعة في المدينة بتاعتنا. we could read both Arabic and English box. ممكن نقرأ كتب عربي وانجليزي. we could have meetings every week or two in the summer. ممكن نعمل اجتماع مرة في الاسبوع او اه مرتين في الصيف. تمام? and and once a month during this career. وممكن اللي هو مرة في الشهر اه اثناء ايه الساعة الدراسية. تمام? يبقى هنا بيتكلم عن فوائد القراءة. يبقى ده يا شباب بيتكلم عن ايه شباب? اه فوائد الكراءة. اول مقال بيتكلم عن فوائد الكراءة. اللي هو المقال الاوليني. طب احنا قرأنا المقال التاني او الفقرة التانية. اللي بتتكلم عن ايه يا شباب? ان البوك كلاب وازاي نعملها واقتراحات اللي احنا نعملها. تمام? بقى اول سؤال. اول سؤال احنا بيقولك اه من خلال اللي احنا قرأناه. من خلال اللي احنا قرأناه الحبيل احنا قرأناه هم والاسئلة اللي احنا قرأناه. الفقرة دي بتكون على ايه? فوائد الالتحاق بالكتب بنوادي الكتب? اه. هي دي يا شباب. فوائد الالتحاق بنوادي الكتب. هنا بيقولك لا. ده الناس بقى بيعملوا هنا ومهتمين بالقراءة والحاجات دي. فدي برضو مش هتنفع. فهتبقي يا يا شباب الاول هنا. شفت حالينا ازاي? شفت الاستراتيجية حالينا زي منطقيا. منطقيا. يا شباب. تحل بالمنطق. تحل بالمنطق وتكرأ الاسئلة بالمنطق. طبعا نكمل كده. ليه هنا بقول لك بعض الاسباب بقى ليه لازم يكون عندنا نوادي الكتب. اول حاجة بقول لك. لو احنا عندنا دي للكتاب او الكتب. تشجعنا اللي احنا نقرأ اكتر. معروف ان الناس لو قروا اكتر. بيكتبو اه احسن. تمام? احنا حلناها. تمام? اللي هي رقم محمد. رقم كام? بسم الله. اه رقم واحد وعشرين. بقول لك هنا لما الناس يقرأ اكتر. تمام? منطقيا خالص يعني. اه تمام. بقول لك هنا. so this. so this will help us. اه in two ways. هيساعدنا في حاقتين. secondly. we will develop more responsibility if we take turns leading the discussion and meeting. تمام? هيطور عندنا المسئولية اللي هو احنا نقود اه المسئولية وكده يعني اللي احنا نقود اه مناقشات وايه واكتماعات. تمام? the leaders. the leader will uh have to read the book carefully. القائد بتاع الكلاب او المجموعة الناس. لازم يقرأ الكتب بعناية جديدة. thirdly say listen. discussing box. discussing box. sorry. discussing box. will help us to overcome our chinas. chinese. اللي هو هيساعدنا نحنا نتغلب على ايه? الخجل. everyone will have to say something. كل واحد يقول اللي هو فهمه من الكتاب او من اللي هو اه لخصه يعني. ولكن اخر حاجة. reading good box will be a better way to use our time than playing computer games. or reading comic game. or reading ايه يا شباب? comic games. sorry or reading comic box. واحد يقول لي يا مستر احنا هنا غلطنا يا مستر. وانت هنا قلت لي يا مستر اه الفيكشن اه الفيكشن بوكس او الكتب الخيالي العلمي. بس هنا يا مستر هو قال لك هي ايه? الاقل اه الاقل فائدة. تمام? طب ليه يا مستر انت غلطت? هقول لك. هقول لك انا ما غلطتش. احنا قرأنا الاسئلة وحلناها منطقيا. بس لازم نرجع نراجع الفقرة. لازم نرجع نراجع ايه يا شباب? الفقرة قبل ما اه قبل ما نسلم خلاص قبل ما نسلم الورقة بتاعنا. تمام? يبقى هنا اكتشفنا غلط. فيش ايه مشكلة خالص. ايه? لازم برضو ايه? بعد ما تحلل الاسئلة. ترجع تتأكد من الاجابات بتاعتك. تمام? تمام. وكده طيب احنا خلصنا. اه القطعة دي حلنا منها كتير بدون ما نقرأ القطعة. او احنا نقرأناها على السريح. هي كانت سهلة نوعا ما. بس الفكرة اللي بقولها لك او الفكرة اللي عادة وصلها لك في النهاية اللي انت اه ممكن تحل اسئلة كتير من غير ما تقرأ الفقرة. اه بس وان شاء الله هنعمل فقرات تانية كتير. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.